نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1446 هجرية والتقى مدير عام بوزارة الأوقاف طريق عبد الحميد محاضرة تناول فيها الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة النبي والاقتداء بها قولا وعملا للحفاظ على تماسك المجتمع وبناء مستقبله وفي نهاية الاحتفال ألقى مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب هاني محمد كامل كلمة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة سيظلون بعطائهم وتضحياتهم درعا قويا لحماية الوطن وصون مقدساته مقتدين بسيرة الرسول الكريم في الصبر والعمل الجاد لتظل راية الوطن عالية خفاقة